قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى سعادة الدكتور محمد بن جابر الأنصاري مستشار جلالة الملك للشؤون الثقافية والعلمية وذلك بمنزله هذا اليوم وخلال الزيارة أعرب جلالة الملك المفدى عن تمنياته للدكتور الأنصاري بموفور الصحة والعافية مشيدا بجهوده وإبداعاته في المجالات الفكرية والثقافية والأدبية والسياسية في المملكة وإثرائه للمكتبات الوطنية والعربية بمؤلفاته القيمة مما جعله ينال العديد من الجوائز التقديرية من مختلف الأوساط المحلية والعربية بكل استحقق كما أعرب جلالة الملك المفدى عن فخر مملكة البحرين واعتزازها بالدكتور محمد جابر الأنصاري كأحد رجالات البحرين المخلصين الذين سطروا البدايات الأولى في تاريخ الفكر والثقافة والأدب ودافعوا بإقلامهم وكتاباتهم عن الوطن وقضياء بكل صدق وأمانة وسهموا في تعزيز مسيرة الإصلاح والتطوير ودعا جلالته الكتابة والأدباء البحرينيين للاستفادة من التجربة الرائدة والمسيرة الثرية للدكتور محمد جابر الأنصاري في مجال العلم والثقافة والأدب والفكر متمنيا له دوام الصحة والسعادة والتوفيق من جانبه أعرب سعادة الدكتور محمد جابر الأنصاري عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لجلالة الملك المفدى على هذه الزيارة الكريمة مهنيا جلالته بقرب احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس الميمون وأكد الدكتور الأنصاري أن مساعي جلالة الملك المفدى وجهوده الطيبة في النهضة المباركة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة لها دور هام في تعزيز موقعها المتقدم في جميع المحافل الإقليمية والدولية سائلا الله العلي القدير يحفظ صاحب الجلالة ويجعله ذخرا وعزا وفخرا لمملكة البحرين وشعبها الوفي ويديم على البحرين أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادته حفظه الله